أكثر من مئتي مسافر عبر الأراضي الفلسطينية باتجاه الأراضي الأردنية في اليوم الأول لاستئناف العمل في جسر الملك حسين بعد إغلاقه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا قرار استئناف العمل في الجسر اشترط تحديد أعداد القادمين بـ 300 شخص يوميا شريطة التسجيل عبر منصة جيتوي دون إغفال لشروط الصحة والسلامة العامة يجب على المسافر القادم أن يكون حائزا على فحص ونتيجة بي سي آر فحص الكورونا بما لا يمضي عليها 72 ساعة وتكون النتيجة سلبية سمحة بمغادرة ألف شخص إلى الأراضي الفلسطينية وباستقبال 300 شخص باستثناء طبعا المسافري الترانزيت والحالات الاستثنائية وموافقات وزارة الداخلية أعداد المغادرين في اليوم الأول تجاوزت الثلاثمائة شخص فوفقا للقرار الجديد سيسمح لألف شخص يوميا بمغادرة الأردن إلى فلسطين على أن يكونوا من حملة هويات الضفة الغربية باستثناء مسافري ترانزيت بالتأكيد الترفيق الأمني موجود باستمرار لمسافري الترانزيت حتى نضمن سلامتهم وأمنهم ونضمن الإجراءات الصحية لهم ولمواطنين ونضمن أن الحركة تكون مباشرة من جسر الملك حسين إلى مطار الملكة عليها الدولية رايح الزيارة أهلي وإلي طبعا إلي شهرين بستنى في الجسر اللي يفتح والحمد لله كل الأمور تمام 100% والدارك تبع الأمن العام والمقابرات كل شيء 100% وما في صعوبات ولا شيء رايح على فلسطين والحمد لله إجراءات ممتازة ومشاء الله يعني ما اتوقعت الشبكة هيدا أنا بالعكس منيحة كثيرة ومبسوطة جسر الملك حسين لم يغلق بشكل كامل طوال أزمة فيروس كورونا باعتباره منفذا مهما للفلسطينيين فالحالات الإنسانية ومسافرات ترانزيت كان يسمح لهم بمغادرة الأراضي الفلسطينية إلى الأردن عبر جسر الملك حسين رعد بن طريف المملكة من جسر الملك حسين